اشتركوا في القناة وعطيناها بدروس كاملة كيف تلفظ بالحروف المشكلة بالضم والفتح والكسر وكيف تقطعنا الحروف وطبغنا منها كلمات اليوم انتهينا من هذه الدروس باللغة العربية بناء مع طلب المتابعين رح ننزل درس اليوم عن تعلم الحروف باللغة الانجليزية درسنا اليوم هو تعلم الحروف باللغة الانجليزية للمرحلة الابتدائية لكل من يرغب بالتعلم حروف اللغة الانجليزية بداية قبل ما نبلش بالمقطع نتمنى ما تبخلوا علينا باللايكات والكومنتاتكم الحلوة اللي تشجعنا انه نستمر بالافضل ان شاء الله وانه تفعلون زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد ننزلوا على القناة ان شاء الله وتابعوا معنا هذا الفيديو للاخير وان شاء الله الكل رح يستفاد معنا ورح قناتنا تكون قناة متنوعة للمرحلة الابتدائية بشكل كامل رح ان شاء الله نزل بها دروس تعليمية كاملة دروس باللغة العربية باللغة الانجليزية ورح ننزل دروس رياضيات وعمليات حسابية وجامع طرح ورح يدخل فيها ايضا رح ننزل دروس بالتربية الدينية تعليم قرآن كريم وقرآن كريم وايضا بعض الدروس التي تطلب منا من المتابعين يلا بلا طولة مقدمة رح نبلش معكم بالدرس ما بدنا نطول عليكم خلونا ندخل على الدرس ونبلش معاكم يلا دغا رح نبلش معاكم الدرس اليوم هو تعلم الحروف باللغة الانجليزية بدايتا رح نبلش معاكم باول حرف حرفوا الاي ماذا ينفذ حرفوا الثاني هو بي بي ثالث سي دي اي 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 جي 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 كي ال ام ام ان او 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 بالكبيرة وليس بالصغيرة غدا إن شاء الله بالدرس القادم رح نكتب لكم إياها ونعطيكم إياها كيف تكتب بالصغيرة ثم رح نرجع نعيدها قراءة سريعة مرة ثانية A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z وإلى هنا نكون قد أنهينا الحروف كاملة هي حروف اللغة الإنجليزية 26 حرف من الألف من الأي إلى الز أخذناها كاملة وكتبناها بالشكل الكبير في الدرس القادم إن شاء الله رح نكتب لكم إياها بالشكل الصغير طبعا نتمنى منكم تكون تابعتوا الدرس واستفدتم معنا من الحروف وتابعونا في الدروس قادمة إن شاء الله وأستودعكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر